كيفية غلق الشات او الدردشة بعد البس المباشر او بعد العرض الاول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واحدة ناس واحدة عائلة يلا زي ما تعودنا قبل ما نبدأ نبعد الصلاة والسلام لسيدنا النبي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه بقدر جاهي عندك فرج ما نحن فيه موضوع النهاردة كده باختصار لسه جاي سؤال من اختنا جونتو آلس آآ عايزة تقفل او بتسأل عن ازاي تقفل الشات الشات آآ بعد العرض الاول او بعد البس المباشر تمام احنا قلنا هندخل مع بعض من كروم عادي من هنا تقدر تدخل من كروم لكن احنا سايبين لنا ايكونة هنا للاحة البيانات بتاع قناتك تلقائي مش هدخل من كروم موعدة تابع الخطوات احنا عملناها قبل كده ومثبتين هنا ايكونة تمام طريقة برضو تسبيت الايكونة ان شاء الله هكون في الوصف هندخل مع بعض على ايكونة هنا على الوحة البيانات دي الايكونة بتاع لوحة البيانات قناتك فتحت مع لوحة البيانات قناتك على طول تمام هكبر الشاشة كده كبر الشاشة واسحب للقايمة سواء لو تليفونك اجنبي انجليزي او اي لغة هتلاقي الشاشة دي في الشمال القايمة دي لكن بالنسبة للغة العربية هتلاقي القايمة دي باليمين هنا تمام وبادخل على المحتوى زر المحتوى هنا تمام اصور الشاشة عشان يظهر ايه اللي ظهر معنا ما ظهر معنا الفيديوهات طيب نبدأ بالعرض الاول نبدأ بالعرض الاول ده لسه آآ كان في فيديو حالا هنتأكد ان هو كان العرض ايوا تم عرضه ثمانية وعشرين يعني لسه هو العرض اللي شغل من دلوقت من شوية تمام اضغط عليه كده او هضغط على علامة الالم اول ما تظهر تمام عند هنا بالنسبة للعرض وانا في نفس الصفحة دي وانا في نفس الصفحة دي هتلاقي ايه هنا التعديل هصور بس الشاشة عشان يظهر معنا تحت وانزل لتحت هنا انزل لتحت هلاقي كلمات ده عزا كده عشان نكبر الشاشة شوية انه يظهر كده هلاقي كلمة هنا عرض المزيد من الخيارات اهي اقبل لكم شو 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 عشان تظهر كمان شوية اهي عرض المزيد من الخيارات تمام اضغط عليها هيفتح لي تحتها هيكمل تحتها كلام اهو تمام بنزل تحت اصغر بس الشاشة عشان يظهر اه يا قدامك احنا بنتحرك ازاي اهو مسلا تمام تحت العلامات كمان تحت تحت كمان كمان تمام هلاقي عندي اهي اعادة تشغيل المحادسة المباشرة اعادة تشغيل المحادسة المباشرة اهو هنا اهي اعادة تشغيل المحادسة مباشرة بعمل لها بضغط عليها هناك بقفلها تمام وصور الشاشة عشان تظهر لنا فوق وانزل اطلع لفوق هلاقي كلمة بقت حفز بقت زر اه تمام اهو نقول اطلعت كده انه تمام واكبر الشاشة شوية عشان حفز تبان معنا اهو تمام هضغط علي كلمة حفز كده الشات او الدرداشة المباشرة اتقفلت في اين على العرض الاول تمام اصغر الشاشة واعمل خروج من الفيديو تمام بعد ما عملنا حفز ما ننساش طبعا كلمة حفز اوكي هنروح على اه البث المباشر هنا تمام هيفتح معي الحفلات بتاعتي او البث المباشر بتاعي تمام نفس الحكاية هضغط على الحفلة هنا تمام اهو هنا بالراحة كده تمام فتحت معي الحفلة ولكن هنا الوضع مختلف هنا الوضع مختلف بالنسبة للبث المباشر والعرض الاول العرض الاول اللي عرفنا مكانه من نفس الصفحة دي لكن البث المباشر من الايكونة دي اكبر الشاشة عشان تظهر معاك اهو من الايكونة دي تمام هضغط عليها اسمع التخصيص اهو نصغر الشاشة عشان تظهر لك ازاي اهو هتلاقي عندك اعادة تشغيل المحثة المباشرة وما مفاعلة انا هضغط عليها تمام واروح في الجنب كده هلاقي كلمة حفز لو انا فعلتها تانية انا هي ما كانتش مفاعلة اهو حفزة مقفولة كلمة حفزة دي مطفية تمام اغيرها اقفلها يبقى انا كده قفلت اعادة تشغيل المحثة المباشرة وبضغط على كلمة حفز بس هي دي الطريقة طريقة بسهلة للعرض الاول والبث المباشر تمام اه اي سؤال تحت امر الجميع سب كومنت بسؤالك سب تعليق بسؤالك تحت امرك هرد عليك سواء بفيديو او عن طريق اه الحفلات وانا في البث المباشر كل يوميا او في التعليقات تحت امر الجميع في امان الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته اللي وصل الى هنا هيلاقي كلمة على سطح الفيديو في اي مكان اكتب لي اي هي في امان الله